الخريف الحالي بتساقطات مطرية معتبرة كانت ميزتها الأساسية مجيئها المبكر وبكميات كبيرة فضلا عن كونها شملت معظم أرجاء الوطن ونظرا لغزارة بعض التساقطات وحدوث أضرار هنا أو هناك أصبح المواطن يتطلع إلى الأخبار المتعلقة بالتوقعات الجوية هنا بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تظهر الصور معطيات وتوقعات علمية يتحدث عنها مدير التوقعات بهذه الهيئة بالنسبة للأيام القادمة وخاصة في دامن يوم قادمين ستكون الظروف الجوية ملائمة لتساقطات مطرية ستشمل منطقة الحوضين العصابة وسطها وجنوبها وشمالها وقديماكا وقرقل يوم الخميس ستكون الظروف ملائمة على الترارزة والبراكنة وستقتر من الواقشوت يوم الجمعة نتوقع بذن الله أن تكون هذه التساقطات ما بين ضعيفة إلى معتدلة قوية في بعض الأماكن وخاصة مناطق قرقل العصابة جنوب الحوضين ما بالنسبة للمدينة الواقشوت فنتوقع أن تكون هذه الأمطار ما بين متوسطة إلى قوية محليا إن شاء الله وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تواصل جو مطر خلال الأسابيع القادمة وتوصي بضرورة توخي الحيطة والحذرة ومتابعة النشرات الجوية نعتبر بإذن الله أن الشهر التاسع لم يزال جاء شهر سبتمبر يعتبر من أشهر الأمطار القزيرة وبالتالي ستتواصل هذه الأمطار بإذن الله ودائما نطلب المواطنين أن يتوخي الحيطة والحذرة كما توصي الهيئة بضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالتوقعات الجوية من مصادرها الرسمية يلا يعرف حد أن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية هي الهيئة الوحيدة المخولها أنها تتابعة الطاقس وتتعنى توقعات وبالتالي هناك كثير من المصادر الأخرى التي فيها معلومات بعض الآن تعود مقلوطة ولا هي دقيقة يلا حد يعس منها ويعرف أنه عنده مصدر رسمي ما هو لا يحاول قدر الإمكان وما ليس إن شاء الله يجي أمطار ما استبقى إن شاء الله وبالتالي تم حد يقومها المصادر المعلومات وهذا متاحب لذا يعوف التلفزيون وتصدر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية مألومات تنبني على معطيات مصدرها الأقمار الإصطناعية وهيئات ورصد جوية ترجمة نانسي قنقر